بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هات الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين القدام واجداد والناس اللي تحقوا هات القناة ان شاء الله رب يحفظكم ويبعد منكم شر الوباء اليوم غدي نعطيكم واحدة سيغة بالملح الحية الملح الحية اللي عارفين الناس تطرد السحر والعين والحسد هي اللي غنطرد بها الحسد والعين والتوابع علش ما حطيتي الملح الصخرية غتكون عندك ان شاء الله طاقة ايجابية لطرد الموانع البنت اللي عندها تقاف على الزواج تسمعني مزيانة شغادي نقول لها غادي تخرجي عند العطار غادي تجيبي الملحة 250 قرام دي الملحة تكون كاملة الملحة صينة ما مطحوناش غادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي تجيبي معها قنينة ماء الزهر بغيتي تحييدي العكس وبغيتي تحيييدي ان شاء الله بغيتي تحيييدي النحس اللي تابحك على الزواج العتبة انفقودي مننا الخطاب وانا بغيت نفرح ونسعد بحالي بحال الناس اذا 250 قرام دي الملحة بتلات دراهم فقط شريتانا في العواشر فعاشرة شريتة بخمس دراهم كتر من 250 قرام اذا 250 قرام ما كاملاش خمس دراهم قنينة ماء الزهر غادي ناخدها وغا نجيبها الدار ان شاء الله بنية طرد النحس وفتح النصيب انطرد السحر انطرد العين انطرد الحسد في مرة وحدة ان شاء الله اذا غادي ناخد على بركة الله غادي نسمي الله ولكن نكون نقيا نكون على طهارة نكون فاتني العادة الشهرية الناس اللي عندهم العادة الشهرية ديما يخدموا حتى تفوتهم باش ميكونش عندهم العكس وميكونش عندهم طاقة سلبية اللي غادي تأثر عليهم وغادي ان شاء الله يكونوا الامور تقلب عليهم بالعكس لان القرآن عنده خدام دياله عنده طاقة نورانية من الاحسن نحتارمه تقدري تقريه وانتي عندك العادة الشهرية ولكن ولكن كان بعد الآيات أو بعد الصور تهزيهم في بورطاب أو تقرأي ولكن من الاحسن تكوني طاهرة إذن آية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم إذن هذه الآية من أخضر الآيات لطرد العين والتوابع والحسن ستقرأيها سبع مرات على الجسد أتقرأي صورة الفلق سبع مرات وأنت تتقرأي صورة الفلق ستبدأي على اليمين وأنت من توصلي تقرأي صورة الفلق من توصلي للعقد أتكرهم ثلاث مرات العقد قد يتكرهم ثلاث مرات إذن صورة الفلق تفك العقد اللي في الجسد قال لي عندك شي عقدة في الجسد ضد درك بحل جيت المعيدة فوق الصرة مبين الكتفين الورك دي البنت اللي تدرها الرجلين أي حاجة تحطي لها وتقرأي صورة الفلق ومن توصلي للعقد تكرهم إما ثلاث مرات إما سبع مرات إذن وتكملي الصورة بإذن الله هتقرأي صورة الناس سبع مرات وتقرأي صورة الإخلاص 11 مرات آية الكرسي سبع مرات وانتي تدوزي على الجسد ديالك تتفكي العقد اللي عندك لأن العقد اللي عندك في الجسد ديالك هما اللي مكبلينك هما اللي عاطينك وحط طاقة سلبية في الجسد ديالك إذن غادي ناخد ديالك الملحة وغادي غادي ناخد ديالك الملحة ونبقى نكمل القراءة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سبع مرات ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى سبع مرات وغادي نقرأ سبع مرات حسبون الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصر حسبي الله على من آداني من الجن والإنس حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبي الله اللهم ابطل عني جميع العقد تبقى أنك ذكر العقد وإن شاء الله غادي تنفتي فيما تقري تنفتي على الجسد ديالك وإن شاء الله تبيتها تحت الرأس ديالك غادي تاخدها مع فجر أي فجر وغادي إن شاء الله يريد يكون فجر الجمعة سبحان الله له طاقة إيجابية أو فجر اليوم الخميس أو أي وقت المهم الفجر الجمعة رائع غادي إن شاء الله ناخد تلك الملحة نبيتها تحت الرأس ديالي هذه الليلة اللي قرأت هذه القراءة غادي تحلمي أنا متأكدة إلا عندك متاعب أو عندك تابعة غادي تبال لك عندك أي حاجة غادي إن شاء الله يكشف لك الله في هذه الليلة أشنو عندك وغادي تزددك الملحة مع الفجر غادي إن شاء الله تنوضي توضي وتصلي وتذكر الله وتستغفري وغادي تحطي هديك الملحة فوق البوطة أو فوق النار حتى تسخن وتولي اللون ديالها أحمر غادي تتطق أتحطي عليها الكسكاس منتحطي عليها الكسكاس باش أنها ما تترتقش وذك الشهوب ديال الملحة ما يطيروش عليك لأنهم تحرقوا غادي نخليها حتى تحمار وغادي نكون موجدة واحد السطل ديال الماء سطل الماء غادي نقرأ عليه الفاتحة سبع مرات وغادي إن شاء الله نخلي هدك السطل تحت مني أمشي لبس شي حاجة فضفضة وغادي نهز ديك الملحة غادي نهزها بجوج معالق وغادي نطفيها نقول بسم الله الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات وغادي نطفيها تحت مني غادي تحسي بالدخان طلع معك ولكن تخليها حتى تحمار حتى اللون ديالها غادي تاخد وقت على الأقل تاخد ثلاثين دقيقة حتى تشد فيها صونية وغادي تبدأ ترتق إلى الترتقات رمزيان إلى الترتقات رمزيان بدأ ذلك العقات يتحلو إذن غادي نهز ديك الملحة وانطفيها تحت مني أول حاجة غادي الرش العتبة في ذلك الفجر إلى رشتي العتبة في الفجر إن شاء الله ترشي شيء قليل في العتبة على الخارج ومن الداخل الباب ترشيه وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي تاخدي شيء وعاء وتدخلي الغرفة ديالك وتخويع لك هذك الماء من رأسك حتى الرجليك وتخلي هذك الماء والملح إلا كانت الملح خبسيها تضر لك شعرك غادي تشلي الشعر ديالك ولكن هذك الملح الماء والملح بغيتي تشلي منها بغيتي أنك تخليها على الأقل 12 ساعة أو 24 ساعة في الجسد ديالك إذن هذك الماء والملح اللي عمتي بها غايت تخرجها إلى خارج المنزل خرجها لحياة في أي مكان يكون فيه عشب أو يكون فيه تراب أو تلحيه أو تلحيه في مكان عاشب إذن أحبابي لأجبتكم الصغة حاولوا تديرها ولو مرة في الشهر ولو مرة في الأسبوع كل جمعه مع فجر الجمعه تقرأوا عليه في الليل والصباح ترطقوها للولد وللبنت وللولد اللي معثر في العمل إذن حبابي تنتمنى لكم السحاة والعافية خلوا لي لايك خلوا لي الدعم باش نزيد إن شاء الله ونعطيكم أكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته